يلهبوا في الحالة ويخلقوا في أزمة هؤلاء صهاينة زرع الفتنة والخراب يشعلوا في النار يشعلوا في النار ويلهبوا في الحالة ويخلقوا في أزمة نعم ما هي فايدتهم؟ فايدتهم أنه يبقى بالماضي هو الذي يعين رئيس الاتحادية والتحكم في الاتحادية لتصبح لعبة في يد لقجع لأنه لقجع كان مستفيد جداً من زاتشي اللي باعلوا الصحراء الغربية في المغرب سمح في الصحراء الغربية قالوا نقصيوها ما تدخلش نفذ مخطط لقجع يجي بعده شرف الدين عمارة الذي كان يعتمر بأوامر من أبو ظبي من إمارات هو أخدام عند إمارات نعرفوا قسطه يعطوله أوامر أنه ما يعصيش أوامر لقجع يجي بعده زفزاف الذي يعتمر بأوامر زاتشي وبالماضي وشيقول لقجع طبق الأوامر إذن هذو اللي كانوا خدم ويعني ما يقدرش يتكلموا أمام لقجع لكن لما يجيهم واحد كما وليد صادي اللي هو ابن الدولة العميقة كيفا؟ وابن عودها نادي عودها نادي من ثم هو سمعوه بلسانه سمعوه بلسانه باش تعرفوا باللي قضية ماهيش قضية انتا كورة القادم سمعوه بلسانه وراء ويتكلم يعني ما يقدرش يتكلموا أمام لقجع لكن لما يجيهم واحد كما وليد صادي اللي هو ابن الدولة العميقة وابن الزعيم روراوة وابن الدولة الرسمية الذي لا يخاف لهم تلائمين وقلهم تنصفكم على بريش حتى واحد إلا بلادي رئيس بلادي ومخابرات بلادي وجيش بلادي ووزير الشباب الرياضة الجزائري فقط نعلي بريهم وما يحتبوا واحد أخذ أخر إذن سمعتوا سمعتوا يخيذوا كرة لفوتناكم قبل أقالي للتسجيل أنت وزير الشباب والرياضة واش يكلمكم على رو روها أربطونتم الكلام وفهموا